فيما يخص الأقصاط الشهرية قدمنا مقترح لمدسل ودراء الموقر بشأن إعفاءهم فكان الجواب بأنه ترشيق هذه الأقصاط إلى نسبة رمزية بسيطة أشبه بالإعفاء يعني يجوز أعشار لأنه هو القصط واحد بالمية من الراتب يشمل الموظف مع أفراد عائلته أو الشبكة الحماية الاجتماعية مع أفراد عائلته فهنا إذا كان هو راتب 300 ألف الواحد بالمية هي 3000 دينار يجوز إذا خلق إلو الأفراد عائلته نفس الحالة بالنسبة للموظف نفس الحالة بالنسبة للمتقاعد بغض النظر عن أفراد العائلة 4-16 سبهل هو نظام تكافل اجتماعي ويهتف إلى تأمين تغفر صحي هو ضمان صحي اجتماعي هو مو مشروع تأمين صحي يدفع يشترك والما يدفع آوت أبداً هذا ينتظر صحية شاملة يشتغل على تقليل الأعباء المالية جزء من التكافل الاجتماعي ما بين المواطنين ونفس الوقت يسعى بهدف جوهري بالقانون إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي أنا قبل ما أدخل بهذه التفاصيل هذه الواحد بالمية كافية؟ أبداً أبداً مكافية مو؟ يعني إذا ريد نجيها ما تغطي الموظف نفسه خل نجيها بحالة مو بعاد أفراد عائلته نجيها بحالة عملية واحدة فقط سريعة جداً من ضمن الباكيج مع حزم الخدمات المقدم من قبل هيئة الضمان الصحي عندنا مفصل مع الأسنان أزين الأسنان هيئة الضمان بموجب حزم الخدمات خصصت لكل مضمون بالسنة نعم مئة وخمسة وعشرين ألف للأسنان حصراً؟ للفرد واحد للأسنان فقط للأسنان؟ يعني عدل بقية الخدمات فإذا عائلة مكونة من ست أفراد يعني جد مخصص لهم للأسنان فقط نعم سبعمية وخمسين ألف دينار تقريباً سبعمية وعشرين على ما أعتقد تمام أنا موظف ويأخذون من راتب واحد بالمية إذا كان موظف راتباً مليون أي يعني يأخذون عشر تالاف خلال السنة مئة وعشرين ألف كل المبلغ اللي يأخذون من عندي مئة وعشرين ألف إذا الموظف هو أفراد مجرد راح عالج الأسنان أنفقت علي هيئة الضمان سبعمية وعشرين ألف فهنا تشوف الموازنة السادة علي صندوق الضمان غير هادف للربح المال هو عصب هذا المشروع جوهر شكرا للمشاهدة